اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقوا تعالوا نشوف مع بعض سؤال الحلقة يقول الكتاب في سفر الرؤية 17 وهؤلاء يحاربون الخروف ولكن الخروف يهزمهم لانه رب الارباب وملك الملوك السؤال هل يليق بعظمة الله وعلياءه وهو رب الارباب وملك الملوك تشبيهه خروف في العهد الاديم اعطى الله لليهود شريعة الزبائح للتكفير عن الخطايا وكانت الزبائح منها طبعا الخروف بمواصفات معينة والموضوع ده بدأ من اول ما ادم اخطأ وحاول يسطر عريو لكن ما قدرش فالله احضر ليه جلد حيوان وسطره ومن اول ادم برضو والله اعلن للانسان انه في يوم حييجي زبيح عظيم مش خروف لان الخروف ما هو الا رمز لهذا الزبيح العظيم اللي هيفدي ويكفر عن خطايا الانسان لمرة واحدة ونهائية فمش هيكون فيه احتياج لزبائح حيوانية تاني والزبيح ده هو المسيح الزبيح العظيم الكافي والكامل واللي كان الخروف رمز ليه عشان كده في سفر الرؤية بيتكلم عنه باللي كان بيرمز اليه ويوحان المعمدان نفسه لما شافه قال هوذا حمل يعني خروف هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم فالرمز ده احنا بنفتخر به ولا نخجل منه لانه رمز الحب والفدال طبعا الموضوع برضو كبير واحتاج ساعات للشرح لكن حاولنا نلخصها ببساطة عشان كده عزيزي المشاهد فكر في كل اللي قلناه وابعت اسئلتك ايا كانت عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوق